ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله واختطفوا بواسطتها الزبناء ضمنهم فتاتان تعرض لأشياء لا أخلاقية وذكر مصدر المقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية أن زعيم العصابة الذي غادر السجن بعد حكم قضاء بأربعة عشر سنة قضى منها عشر نافذة ترصدت له عناصر محترفة من المركز الترابي لتسقطه بعد مواجهة عنيفة معه وتبين أنه العقل المدبر لعملية سرقة سيارة أجرى من القنيطرة وحمل راكبتين والتوجه بهما إلى الغابة ليعمل رفقة منحريفين آخرين على احتجازهما وتركهما تائهتين سيما بعد أن تعرضت السيارة المسروقة إلى عطب وانتقل المتهمون نحو السيد الطيبي وسرقوا سيارة من نوع فيات في ملكية موزع للخبز وارتكبوا بواسطتها جريمة سرقة في حق فتتين ببقنادل تحت طائلة العنف وبعدها تركوا المركبة بمنطقة خلاء بسيد الطيبي ولم يتوقف هؤلاء عن هذه الجرائم بل استولوا على ضراج نارية كبيرة بعد الاعتداء على صاحبها متسببين له في جروح خطيرة هذا ونصبت الضابطة القضائية للضرك الملكي كمينا لزعيم العصابة بعدما تردد على بيت أسرته وحاول ارتكاب العنف في حق أفرادها لكنهم سيطروا عليه كما أوقفوا في وقت سابق شركه بعدما نصب له مسؤول ضركي كمينا وسقط الفاعل الثالث بأقادير بعد ألاد بالفرار نحوها لكن عناصر الأمن أطاحت به بالصدفة وظهرت التحقيقات وجود عناصر جرمية لتكوين عصابة إجرامية والسطو على سيارة أجرى بالعنف واستعمالها في جرائم اختطاف واحتجاز وهتك وضرب وجرح وصرقات بالعنف شكرا